في المجال كل عارفينه بحر تيوب كل عشقينه حمول نزه وسوته دابريمه يزاكو جدعان عاملين يا رب كله بقى الف خير معكم اخوكم بحر من قناة بحر تيوب وفيديو جيدة جدعان وفيديو النهاردة هرتكلم فيه عن المطوى البرونينج يا جماعة حاجة بقى هاي كواليتي وشغل للتطاق يا جدعان قبل بس لمدة الفيديو خلينا اكلمكم شوية عن شركة براونينج يا جماعة نيه شركة امريكية يا جماعة مخصصة لصناعة الاسلحة والزخير اسلح الحية جدعان مصبوك كده وبتصنع برضو للسكاكين والمطويات ديت لاستخدام العسكري برضو او للسفاري والرحلات والكلام ده بس المتاحة برضو عندهم متاح نيات تتبع في المحلات عادي او على اي موقع برضو جماعة زي علي اكسبريس سوق جوميا امازون اي بي الحاجات كلها عادة تتبع عليها نمشي المشكلة خالص الا هنا في مصر لو جيت طردت هيقول لك هذا المنتج محزور في بلدك وده بقى بسبب اعمال البلطاجة اللي بتحصل من الناس في مصر وبسبب الاعلام بتاعنا برضو اللي طالع يشوي صورتها وبيقول ان هي اتعملت البلطاجة وممكن كمان تشتريها بموقع الشركة زياد نفسه هتلاقي اسعار يعني متغيرة خمسين دولار اربعتاشر دولار عشرة دولار على حسب كل موقع ايه بيقرد ازاي على جماعة دلوقتي مع بعض من فرج على حتة براونج الاف ايه تمنتاشر ديجت حتة بصراحة تحفة تعالوا بينا يلا يلا على طول يا على طول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ادي الفيديو جماعة بقى ده اهو بصوا ده انا بيفتحها من الطار بتاع شكلها جاله من شركة شاحنة او من موقع معين اه بيفتحها اهو بالمقص هيطلع ايه حتة اهو بص طلعنه من العلبة يا جماعة عملا ازاي اهي براونج وعلي اسمه مصدس سلام السلام يا جدعان فاني الشغل ده في مصر يا جدعان موجود وبيباع بس باسعار عليه جدا دلوليته كمان بص يا جماعة حتة هطلع ايه ايه في كيسها خرجها من العلبة حتة يا جماعة ما شاء الله يا جماعة تحفة خيال خيال الله اكبر بجد يعني بصوا الناس ازاي بيتهتم بالكواليتي وبالشكل برضو يا جماعة يا لهوة جدعان بصوا حتة لدحت اللفة دي دي حتة ممكن تقطع بها اسلاك او حبال او حاجات مين دي يعني والحتة دي اه بتدوس يعني بتدب بقى في الارض ولا حاجة تدق بقى حاجات اخب بالك بص دي افتاح ازاي بص يا جماعة اللوك بتاعها بقى جماعة الحتة دي لاينار لوك لاينار لوك يا جدعان بصوا بصوا مصنوع ازاي سلام وهنا فيه زي ماشبك من عالجان بتعلقة في الحزام او في البنطلون اخب بالك اه البنقدم برضو بتاعها كواس يا جماعة الصلب بتاعها حلو يعني هي والالماني الالماني بصراحة الصلب بتاعه اللي يقول عليه وعلى فاكرة يا جماعة اللي مساعدني في معلومات اللي انا اجمع معلومات الفيديو دوت اخويا وحيبقى لبجون طبعا هسيبلوكوا لينك الكنيب تحت في الديسكريبشن شخص عسلية جدا وملم بمعلومات يعني رهيبة في حوار المطلويات دوت بصوا هنا بيجربها على الكارتونة بيقطع بها الكارتونة ازاي بصوا طبعا الكارتونة سميكة جدعان بصوا 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 يا نهربيات هبصوا هيقفلها ازاي؟ انا بتقفلش هيقفلها هيقفتها بتقفل من اللي هو في الفريم بتاعها اهو بيقطع حت الكارتونة تانية هيق السلامة على العظم يا جدعان السلامة اهو قفلها من اللاينر لوك قبل بيقفل حط اصبوع على اللاينر لوك وقفلها في مطابة تانية باك لوك بتاعها من تحت كده بس صورة في الظهر بصوا بادي شوية صورة جمدة لها جدعان بصوا يا لأ وخرافة ودي حتة تانية برضا جماعة براونينج خيالة جماعة شايفين الدزاين شايفين الحلاوة والابداع في التصنيع مش احنا نمنع 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 والناس دي بتصنع وتبدع تبدع تبدع واخد بالك انت ازاي يبتكروا جماعة وبيبداعوا وبيبيعوا ومحقق اي نسبة ما بيعباش الله عالية جدا ودنيا حيلوة قالوا بتتباع في المحلات عندهم عادي جدا ولو عايزين تفهمون انه فيش جرام بتحصل برا لاجا فيه بلاو بتحصل برا جدعان وشغل عصابات ومافيا او مافيا زي ما صاحبنا كان بيقول ما علينا جدعان مش عايزين ايه ان احنا نتاري على حد المهم بس انا عايز رسالتي توصل لكل الناس والاعلام المصري برضا جدعان احنا يعني ناس مختانيين وهوين اجدعان مش بتوق مشاكل فهتمنى رسالتي توصل لكل الناس والاستاذ عمر حاب بس اوضح لك معلومة ده الاستخدام الصحة للماتو ازا ما انت شايف بيقطع بها فلفل اخبالك واحد تاني بيقطع بروكلي ايه بالحطة الارن اللي انت بصول ارن الغزال مش عارف ايه ايه ارن الغزال ايه استخدام الصحة بتاعها مش البلطاجة ولا ان واحد تطلع ترقص بها في مدرسة تمام ده سوء تربية مدرسة دي اه معمولة للتعليم مش للرأس لو عايزة ترقص اهلها بعد ما قدموا لها في مدرسة فيه نائطات كتير فيه كابريهات كتير فيه خمرات كتير واخبالك انت ازاي يد الطاقة عمور طبا كده عشان ما اطولش عليكم اتمنى الفيديو كله عجبكم اتمنى كنت استمتعتم ولو الفيديو عجبكم مفاعملوا تعملوا لايك سبسكرايب فعلوا الجرس وصال كل جديد مني اول اول واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وبازن الله كنوان مش بعيد وانتظروا اول مهرجان اللي يا جماعة مهرجان الدي طاق واخد بالك ازاي ازاي اهينو زي يا جماعة اللي مني جيني الازن اللي عندي عالقناة وعايز بقى ادعموكم ليا كده ورواعوا عالكلامة كده عالي يالله سلامة احبوكم لما بظهر وقت انهيكم هنا مين فيكم قدينا يرجع يلا من هنا احنا ملوك عبنا وانتو اخركم كلام ولا فكك من هرتلا اسمي سابقكم يلا غملوس واسحب ورا احنا كلامنا تمام اشتركوا في القناة